منذ انطلاقها قبل عدة أيام تشهد ميادين الخضيرة بالشارقة منافسات قوية ضمن بطولة الشرطة للرماية الحادية والأربعين وسط مشاركة منتسب وزارة الداخلية ومنتخبي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين للرماية اغدير المعيني يرصد جانبا من تلك المنافسات في التقرير التالي اهداف تسجل وطلقات اقرب للهدف منافسة قوية في ميادين الخضيرة التي جمعت الرماء من كل حدب وصوب جاءوا للمنافسة على اللقب في بطولة الشرطة للرماية السنوية الحادية والأربعين وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية بينما تستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة بمشاركة 13 فريقا يمثلون مختلف الجهات المنتسبة الى جانب مشاركة منتخبي السعودية والبحرين للرماية اليوم نحن نشهد المسابقة الثانية وهي مسابقة البندقية وهي العمليات الشرطية بالأخص فيها منافسات عالية فيها دقة فيها تحاكي الواقع الشرطي والحمد لله يعني المنافسة قوية بين جميع الفرق وخاصة اليوم نحن نتكلم عن الميادين الموجودة عندنا في إمارة الشارقة وفي ميدان خضيرة يعتبر هذا الميدان متميز على مستوى الشرق الأوسط البطولة عبارة عن مسدس تكتيكي البندقية تكتيكي تحدي السرعة البندقية برضو خرقة جو منافسة يعني الواحد لما يتفرد يستمتع فعلا يشوف منافسة بين الرماية بين الدول بين الفرق الباقية وفي كل عام تختلف أشكال الرماية بهدف بث روح التنافس لدى الرما لتعزز مهاراتهم الحركية عند مواجهة الفرضيات المختلفة بإجمالي أربع عشرة فرضية قد تتطلب طبيعة عملهم التعامل معها فيما تأتي بمشاركة الرجال والنساء اليوم أنا شاركت في بطولة الشرطة للرماية أمثل قيادة العام لشرطة شارقة في فريق العمليات الشرطية بندقية تكتيكي أشكر جهود شرطة شارجة لعمل هذه المنافسات وهذا يدر على تمكين المرأة لخوض المنافسات بين الرجال والسيدات في الميادين الاتحاد ومن خلال هذه المنافسات يحرص على توطيد التلاحم والتعاون بين متسبي الوزارة وأخوانهم من الدول الشقيقة فيما يعزز بها مهارات المشاركين ويعدهم للتعامل مع كافة الأحداث والمواقف إذن تأتي منافسات الرماية لإبراز مهارات متسبي وزارة الداخلية ليس على مستوى دولة الإمارات فقط بل على مستوى الخليج لأخبار الدار غدير المعيني الشارقة